انت ايف اي مدرب من يجي باوع اثنين قدام للأمام والدفاع مالك مو بالمستوى المطلوب يعني زوراء دفاعه مو بالمستوى يعني ما عندك لعبين سوبر بالدفاع حتى تلعب على ارضك اثنين ضد اثنين زيان انا من شفت اثنين وهاجمين لي قدام انا في تقديري انه اجباري اخلي لهم ثلاثة ثلاث لعبين مثل ما لعب العربي في تقديري لو لعب ثلاثة هو حسبها على ارضه اه وزوراء شو اختلف عندك اختلف الامكانيات الفردية للمدافعين هذه هي المشكلة لو عندك يعني انت قولي الدفاع مال الزوراء اليوم منو اللاعب السوبر بي اللي تعتمد علي منو يلا كلاعب سوبر تقولي ماك لاعب الاشوبر الاشلوت اذا ما عندك قبل تتذكر المدافعين مالا ثلاثنين واجهون ثلاث مهاجمين يقدرون فانت آني بالنسبة لي دباوع يعني دشوف الفريق الخاص ومشون دا يلعب حتى في كرة القدم يعني انا مندى شوف فريق الخاص منازل باثنين مهاجمين خليني امن حتى انطي فرصة للهجوم مالي او للعبين مالتي ان يلعبون امن ما يسر عليك قول انت فهذا اللي حصل وهذا تشوف القول اني اللي صار نتيجة عدم وجود زيادة عددية في منطقة البوكس البوكس بالنسبة للزورة لاحظ شوف القول الاول شون صار استلم الخصوم ما عنده واحد يمنا ما عنده ضغط والهدف الثاني من صار على الجهة البعيدة همينها هم واحدة فارغ ما يقول يعني ما تقدر تلعب مراقبة مع مع الفريق الخصوم هالي سوت سوت يعني سوت خلل بالنسبة للدفاع دفاع للزورة انا فيه تقديري وخاصة انت كمدرب ما تعرفوا مكانيات الفريق مالك ما يعرفوا هو بالنسبة بعد يعني بعد ما يعرفنا جديد على الفريق فيجب ان اكون قاني شوي يعني حتى لو لو بالمباراة نفسها الشوط الاول حاول العب متحفظ مو مشكلة ما عندي ما عندي اشكال زين العب العب ثلاثة وعلى عب خمسة ادافة دفاع زيادة عددية صحية يصير عندي انتقاذ صحيح للاموق هذه يعني اطلع متعادل المفروض المفروض اطلع حتى ااخذ فكرة على الفريق الخصوم واشوف جماعتي همينين همينين ما اعرفوا ماني اللي حصل ما حصل هذه اللهم